قبل الانتخابات تكثر الوعود ويتفنن المسؤولون في رسم صورة مشرقة عما ستكون عليه البلاد لكن حالما يتسلمون زمام السلطة تطير الوعود وتتلاشى الاحلام ليبقى الواقع المساوي في يوميات العراقيين الذين اعتادوا على خداع المسؤولين من تلك الوعود تعديل سلم الرواتب الذي لم يتحقق وشكل حالة غضب عارمة بين الموظفين تحولت الى تظاهرات واجهتها القوات الامنية بالقم وواجهها السياسيون بشيطانة المطالبين وتسفيه المطالب وفيما يسعى الموظف العراقي الى المطالبة بسلم رواتب عادل ينصفه لمواجهة الغلاء المعيشي ويضمن حقوقه اسوة باقرانه في المؤسسات الحكومية الاخرى دون تمييز من خلال تظاهرات شعبية سلمية تخرج في البلاد تنهال الاتهامات عليه من السياسيين الذين اتركوا سرقة القرن واموال العراق المنهوبة ليحذروا من مطالب مشروع للموظفين بتحقيق العدالة الاجتماعية يشكو الموظفون من التباين الكبير بين رواتب موظفي الدولة اذ ان موظفا بدرجة وظيفية معينة في احدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في الوزارات الاخرى نصف هذا الراتب وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية فضلا عن الارباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة مراقبون للشأن السياسي اكدوا ان السياسيين في البلاد وجدوا من مسألة الاجندات والشيطان ذريعة للتغطية على فسادهم ولإسكات الاصوات الحرة وتكميم الافواه مبينين ان السياسيين تركوا ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين من اجل مصالحهم الشخصية والحزبية متناسين الحقوق المشروعة لابناء الشعب العراقي في ظل هذا الواقع ليس امام الشباب العراقي سوى الاستسلام للبطالة او الهجرة او الانخراط في الميليشيات في ظل الترهل الوظيفي الذي ادخم مؤسسات الدولة بموظفين وعينوا بالرشاوة والمحسوبية